أستاذ هاني أنا عادة تاني لما بجأسأل سؤال في الأهلي بقالي مثلا بتاع 3 أسابيع بسأل أول سؤال فين مهاجم النادي الأهلي الجديد مهاجم النادي الأهلي الجديد طيب التمسك والاستمرار والإصرار على سوزة الراجل كولر محتاج سوزة بدارة النادي الأهلي شايفة إن سوزة هو الأفضل لها تبقى لاختيارات كولر وتبقى للمقابل المادي اللي هيتم دفعه في الصفقة يقرب من 2 مليون دولار أو 200-200-300 ألف دولار في قول 2 مليون ده اختيارات النادي الأهلي واختيارات كولر تمسكوا النادي الكوري بسوزة خلى إن فيه تعطل فيه المفاوضات مع النادي عشان يقدر يحصل عليه دلوقتي النادي الأهلي قبل ما أدخل معك على رقم معهم كلمة مع أحد المصادر داخل النادي الأهلي أكدوا إن لسه هم بيحاولوا مع سوزة عن طريق الضغط من طريق اللاعب ووكيله على النادي الكوري إن هم يخلصوا معايا طبلا ومخلصوش سوزة فيه 3 مهاجمين مطروحين على مئدة النادي الأهلي كولر رافض يبت في أي واحد فيه يعني كولر قال لك أنا مش هتفرج على سيديهات تاني لحد ما تشوفوا لي الأمر النهائي في سوزة فمستنين يرجع من الأجازة بس هنا في مشكلة إنه إنت دلوقتي هيسيب الأهلي يتفاوض على سوزة والوقت بيجري والسوزة ما بقاش موجود فطبيعا الراجل يكون بيشوف معاهمين تانيين كان بلان بي وبلان سي إنه لو ما فيش سوزة يبقى عنده بدايل رافض لو رافض تمام ما يحصل زي ما حصل في يناير بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة لحد الوقت الحالي لحد ما أنا بكلمك كده ده اللي هيحصل لو ما فيش سوزة هيكمل بيه صلاح محسن يتم قيده في القيمة ويبقى مواجم دي تبقى مفاجأة كبيرة مفاجأة كبيرة لأن كمان الأهلي الأسماء المطروحة بجزء كبير منها مش عاجب كولر أو كولر مش عايز يتفرج عليه هو عايز سوزة قال لك أنا كنت مختار موليكة بعد كده موليكة فيه رفض من النادي والمقابل المادي والكلام ده كله فقال لك لأ نشوف سوزة فهو خايف يقول لهم لا سوزة فيجيب بلان بي أو بلان سي فهو مش عايز يتعامل معهم بالترد كلها بس أنا بقول لك من الأهلي القيمة المالية أو الموارد المالية اللي حطتها لي المهاجم لم تتخطى بأي حال من الأحوال 2.5 مليون دولار لأن الأهلي دفع جزء كبير من التارجد بتاعه في الانتقالات الصيفية في انتقال إمام عشور وشايف أن انتقال إمام عشور ده إضافة للنادي الأهلي المهاجم زي ما بقول لك سوزة ما فيه سوزة فيه 3 أسماء مطروحين من ضمنهم الأمريكي النيجيري إيكوبا وإسمين تانيين متحفزين عليهم داخل النادي الأهلي ما كانش هيكمل بصلاح محسن وفكر ببقى أن انت عندك قهربة وحسن الشحات وفرستاو والحلول الهجومية وبرضا يرجع نجيب مهاجم في يناير زي ما بتقال بقالنا أكتر من سنتين